اشتركوا في القناة ولكن أبل أن نبدأ بالتفاصيل بتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وما تنسوا تدعمونا بلايك وبتمنى منكم توصلونا للألف مشترك وأنتم أدى يا غوالي في تصريحات الكابتن محمد عفش في برنامج الكابتن مع العلامي محمد الخطيب حكى عن وجهة نظره وكيف كان شايف أداء المنتخب السوري في مباراة سوريا وإيران في كأس آسيا ومن وجهة نظر الكابتن محمد كان بإمكان منتخبنا تحقيق الفوضى الثاني على المنتخب الإيراني في المباراة الأخيرة بالخصوص من بعد ما تم طرد اللعب مهدي طارمي من المنتخب الإيراني ولكن منتخبنا ما استغل النقص العددي للمنتخب الإيراني ولكن المدرب كوبر ما استغل النقص العددي في المنتخب الإيراني وما غير من الأسلوب والطريقة اللي كان عم بيلعب فيها واكتفى المدرب كوبر بالاستحواز وما كان عنده حلول هجومية لحتى نعدل النتيجة ونطلع فايزين من المباراة وحكى الكابتن محمد عن غياب الأسطورة عمر السومة عن منتخبنا في كأس آسيا وقال أنه نحن كنا بحاجة اللعب عمر السومة وبالخصوص في مباراة إيران وبعد الدقيقة السابعين بالتحديد وقال الكابتن محمد عفاش بأن المدرب كوبر إذا استمر في تدريب المنتخب السوري يجب عليه وجود حلول في خط الوسط وحلول هجومية للمنتخب السوري وحكى كان لازم المدرب كوبر يغير بطريقة اللعب ومهام اللاعبين وتوظيفهم بشكل جيد أثناء المباراة والخصوص بعض الطرد لاستغلال النقص العددي في المنتخب الإيراني وحكى الكابتن محمد عن مشاركات منتخبنا في عام 1984 و88 وقال بأنه منتخبنا كان مصنف من ضمن العشر المنتخبات الأولى في آسيا ومن وجود نظر الكابتن محمد بأنه منتخبنا اللعب تصفيات كأس العالم وكأس آسيا بال2018 هو أفضل من المنتخب الحالي اللعب في نهائيات كأس آسيا في قطر 2023 بتمنى تخبروني رأيكم بالتعليقات عن تحليلات وتصريحات الكابتن محمد عفاش في برنامج الكابتن وصلنا لنهاية أخبارنا لليوم بتمنى إذا عجبكم الفيديو تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وما تنسوا تدعموني بلايك إن نلتقي بالفيديو القادم إن شاء الله دمتم بأمان الله اشتركوا في القناة